نتحدث أكثر عن هذا الموضوع وعما يؤمل من هذا المؤتمر عبر سكايب معي من بغداد دكتور فاضل زعبي الخبير في خبير طوارئ بنظمة فاو مساء الخير أهلا بك معنا هذا المؤتمر به دورته الثلاثين ماذا نأمل منه انطلاقا من دوافع هذا المؤتمر ظروفه نعم نأمل الكثير وخاصة أن هذا المؤتمر يأتي في ظروف غاية في الأهمية بالنسبة للقارة الأفريقية هذا المؤتمر هو مؤتمر دوري ويحضره وزراء الزراعة في كل أفريقيا ما عدا شمال أفريقيا اللي هم تابعين لمنطقة أخرى شمال أفريقيا وشرق الأدنى لكن كامل أفريقيا في هذا المؤتمر إضافة إلى خبرة الفا وشركاتنا في المجتمع الدوري لتحقيق الأمن الغذائي في العالم لماذا يكتسب أهميته وماذا يجب أن نأمل لأن تغييرات المناخية أولا أثرت في القارة الأفريقية بتأثيرها كبيرة جدا نتحدث عن قارة تطلق 20% من اندعاتات الأدنى الكربون في الجو نتحدث عن قارة ونالك الكثير من الظروف الأخرى على سبيل المثال الأعصير الاستوائية الفياضانة التصحر الجفاف ندرة المياه كل هذا ساهم بأن تشجيل خطر كبير على توفر المواد الغذائي وبالتالي توفر أمن الغذائي الفياضانة الأفريقية من 2000 إلى 2010 كانت تحقق تحسر الملحوظة في مستوى الأمن الغذائي صار في عنا انعكاس وخاصة في السنتين الأخريتين 2015-2016 ازداد عدد الجوعة ووصل زي ما يتفضل تقريبكم إلى 2024 بل على العكس من يعانون من سوء التغذية وصل إلى 315 مليون الحدف اللي كان محقق في المؤتمرات السابقة أن يصل نسبة ما تمثقه الدولة على التطاع الزراعي إلى 10% من إجمال نفقاتها للأسف لم يتحقق إلا في ثلاثة دول في كامل القارة الإغذية وطبعا يتعكس هذا بشكل سلبي على التطاع الزراعي كما ذكرت في تغير للأسوأ للأسف بارتفاع نسبة سوء التغذية بإفريقيا طفعا 21% إلى 23% بين عامي 2015 و2016 لماذا هذه الدورة سنتأمل منها المزيد؟ هل بالمنظمة شروط تفرض على دول الأعضاء على الأقل تلزمها للتدخل خاصة في حالات الطوارئ هذه؟ أنت تعلمين جيدا أن دورنا دور فني بحث ولا يصل إلى درجة إلزام الدول نقوم بإبداع المشهورة نحن عندما ندعو إلى مثل هذه المؤتمرات يكون هدفنا أن يصل المجتمعون والدول المشاركة إلى اتفاق اتفاق على خطوات نارها كثيلة بتخفيف الضرق أمام تحديه مثل التغييرات المناخية يجب أن نصل إلى قدرة هذه الملدان على التكييف مع تأثيرات المناخ على قدرتها على الاستجابة لهذه المتطلبات هذا واحد أمام وجود هذا الكم الهائل من النزاعات وخاصة في شرق إفريقيا والذي يؤثر سلبا على وضع الأمن الردائي لا دورة لنا سوى أن نحاول أن نقوي هذه المجتمعات ومن قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات أما التغييرات المناخية التي ضربت بالتحديد وسط أفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية فهذا تحدي كبير لم ينتبه إليه زعماء الأمن الردائي وزراعة بالقارن الأفريقية في مثل هذا المؤتمر ويتفظوا إجراءات جدية إجراءات جدية زي ما ذكرتك كان المتفق عليه أن يصل ما تنفقه كل دولة على الاستثمار في التطاع الزراعي إلى 10% نحن نتحدث بكل مجمع لا يوجد إلا تغيير الدول وسط العشرة أو تلعة 13% ودولتين من 8 أو 9% والباقي بمعن 3% 1% و2% و3% كيف تريدين بهذه المجتمعات أن تصل إلى مجتمع من الأمن الردائي إذا لم يقوم أن تقوم الحكومات بالاستثمار في هذا المجال طيب عندما تقول بأنه أنتم تساعدون بتقوية هذه المجتمعات على الصمود يعني هذا اللي بي تكونوا عم تعملوا ماذا تقصد هنا فقط من خلال تغذية وتأمين الأمور الأساسية أم حتى لكم تتدخلون بأمور أخرى فيما يتعلق بارتفاع عدد السكان الذي يعد اليوم من أبرز المخاوف ومن أبرز تحديات بهذا المؤتمر اللي لا شك طبعاً له جوانب إيجابية فيما يتعلق بالزراعة وما إلى ذلك ما ورد بتقريرنا زي ما تفضلت وانتي وصفت الوضع بشكل سليم جداً جداً دولنا لا يقوم فقط على توزيع معونات العجلة دولنا يقوم على تقوية التطاع الزراعي عن طريق توفير بعض متطلبات ما يسمى بالإتاج الزراعي بدخلات الإتاج الزراعي عن طريق تقوية السلسلة التبريداء سلسلة التبريداء في هذه الدول تتعرض إلى الإضرار سواء من أقصد السلسلة التبريداء هي كل خدمات ما بعد الحصاد سواء من التفزين إلى التحبير إلى التوصيل هذه كلها بوجود الأزمات والنزاع تتعرض إلى الإضرار لا تنسي بأنه الفاقد من المواد الغذائية هو فاقد كبير جدا وهذا الفاقد إذا استطعنا توفيره فبالتالي حمل حسن رافع لمستوى الأمن الغذائي أنا ما بدي أطيل بهذا الموضوع بس لما يصل عدد ما ينفق من الثروة الحيوانية من 20 إلى 60% يعني كل بلد عمالة تقصر من الجروتين الطازج عندها من الحيوانات تقصر أعداد كبيرة لن يقتر المجتمع الدولي ولا الدول المانحة على تعويضها والاستمرار في إرسال الغذاء إلى هذه الدول يجب أن تصل إلى مرحلة من تقوية بنيانها الداخلية والفاو عندها خبرة تنينة وعندها أيضا بعض الدول المانحة التي تقدم المقرات من أجل تنفيذ برامجنا أنا أشكرك جزيلا عبر سكايب كنت معنا من بغداد دكتور رفاضل الزعبي خبير طوارئ بنظمة الفاو شكرا